اشتركوا في القناة سنة الماضية بيت الترحال الرحيل شراء بيت شراء عقار شراء قطع التأرض يعني بمعنى آخر السنة هاي موليد الميزان مبشرين إما بالزواج ودخول بيت جديد أو شراء بيت جديد أو رحيل من بيت لبيت أحسن كثير رح يصير أشياء على مستوى البيت على مستوى أولاد ممكن يتفرحوا بأولاد جداد ممكن تصير فرحة لناس في البيت نفسه يولد وتفرحوا بطفل يعني فترة ممتازة جدا بيزيد اهتمامك بأبنائك أكثر يعني منقدر نحكي إنه كل شيء العلاقة بالبيت هذا إشي رح يكون ممتاز لكن لازم أنا أنكد عليكم ما بزبط يعني أعطيكم كل إشي إيجابية طيب على موليد العشرية الثالثة اللي هم من 11 لغاية 22 هدولة بدهم يكونوا دايرين بالهم من النصابين إذا بدهم يشتروا بيت من أوراق العقار اللي إلها علاقة في البيت من جوشان أرض إنه صحيح ولا لا من تطويب الأرض بدكوا تكونوا منتبهين للأوراق اللي بدكوا تسجلوا فيها وأوراق الثبوتية اللي تثبت الأرض وهي الأشياء بدكوا تضبطوا أعصابكو أثناء التعامل مع بعض أفراد العائلة أو مع الجيران مع الإخوة يعني بمعنى آخر بدهم يكون فيه عندكم ضغط العصبي برضو اللي هم موليدة من 11 ل 22 ضغط العصبي رح يكون من داخل البيت أو شيء إلو علاقة في البيت أو إلو علاقة في الأبناء أما بالنسبة للموليد من 14 ل 17 هدولة نفس الإشي بيختبروا أيضا تغيير جذري في السكن في العلاقات العائلية منهم من ينتقل لسكن جديد من يفصله تماما عن مكانه ممكن يكون فيه سفر ممكن يهجرة تكون لدولة ثانية ومنهم ناس يعني بحبش أحكي هذا الموضوع بتنقطع علاقتهم بأحد أفراد العائلة بشكل نهائي على موليد من ثمانية لغاية 11 التأكد من وضعهم الصحي من بداية العام وحتى منتصف الأول من العام وكمان يتأكدوا من علاقاتهم مع بعض زملائهم في العمل لاسيما إذا كانت العلاقة هاي علاقة غرامية ممكن يكون الشخص هذا أو الأخت أنها بتتوهم بالعلاقة هاي وتطلع في النتيجة أنها هي وقعت بشباك غرام شباك الغرام هاي ممكن تأذيها لمدى طويل فلازم تكونوا حذرين من النقطة هاي وتكونوا على بيّنة والأمر واضح بيكون أفضل بالنسبة لموليد من 24 لغاية 31 تسعة هدول بحصلوا بشكل مفاجئ على مال من شراكة أو تعويض أو استرجاع من ضريبة أو من تأمين هاي الفرصة يعني بتظلها مستمرة معك وإن كنت تستفيدوا منها اللي هي من بداية العام لغاية منتصف الشهر الثامن أما ما يتعلق بالمريخ المريخ اللي رح يكون موجود في مكان صعب شوي اللي هو بالمقابل مباشرة لإلكه اللي هو في الحمل ورح تظل هاي المدة من 28 ستة لغاية نهاية العام هاي الفترة برضو غير إنه المريخ دخل في مكان مناسب لإله ولكن إنه رح يعمل زوايا تربيع عشان هيك إحنا منحذر من كل فترة وجوده في الحمل لأنه رح يشكل زوايا تربيع رح يكون منتحس ورح يكون صعب الميراس أو النتائج اللي رح يعملها فهاي الفترة كاملة وخصوصا الفترة ما بين 10-9 لـ 14-11 اللي هي فترة تراجع لازم تكونوا أكثر دبلوماسية أثناء تعاملكم مع الشركاء شركاء في العاطفة أو شركاء في العمل شركاء العاطفة زوجة حبيبة يعني تكون تنتبهوا شركاء العمل أي شريك عمل بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة رح يتراجع هذا العام في 23-5 من 23-5 لغاية 25-6 في برج الجوزاء صحيح أنه بيت مدعم لإلكو الجوزاء ولكن برضو أنه تراجعه دائما أمر سلبي وهذا الكوكب له علاقة بالعاطفة والحب والجمال والحظوظ فعشان هيكي لما بدي يتراجع معناته بدي يفقد هاي الأمور وبدو يعطينا شوية سلبية عشان هيكي فترة التراجع هي فترة سيئة بصورة عامة خصوصا للي بيشتغلوا بالأوراق المالية للي بيشتغلوا بالبورصة للي بيشتغلوا في عمليات التجميل أو للي بدهم يعملوا عمليات التجميل بدهم يحذروا من أي صفقة مالية بدهم يحذروا من البدء في علاقة غرامية أو ارتباط خطبي أو زفاف أهم النقاط اللي بدكوا تنتبهوا منها اللي هو السفر والاتصالات البعيدة والأمور القضائية يعني هدول الأشياء اللي انتو بتكونوا حذرين إنو كل إشي يكون كامل السفر ممكن يتأجل ممكن تروحوا على المطار بدون أوراق نازيين شنتة ناسيين ناسيين مش نازيين صرنا نعوك ناسيين شنتات ناسيين أدوية يعني بتكونوا حذرين من كل إشي بالإتصالات ممكن تكونوا تستنوا بأشياء لأشياء هاي تتأخر أو ما توصل بالوقت المناسب أو تضيع في البريد بالنسبة للأمور القضائية ممكن قضية ما تحضرش انت أو المحامي ما يحضرش فتتأجل القضية أو يصير فيها مشاكل ما تكون لصالحك فعشان هيك بالفترة هاي بتكونوا منتبهين لكل شيء لكل صغير ولكبير اللي هي من فترة 13-5 لغاية 25-6 اللي بسوقوا قيادة سيارات بدهم ينتبهوا من الأماكن المجهولة وبدهم ينتبهوا من السرعة والعجلة من خاطر الطرقات ممكن يتعرضوا لحادث لا سمح الله هسا بالنسبة لأفضل الفترات العاطفية واللي فيها حضوض اللي هي من 21-5-3 من 3-4 لغاية 13-5 ومن 25-5 لغاية 26 ومن 25-6 لغاية 7-8 ومن 28-10 حتى 21-11 أما بخصوص أمور المال فهي من 5-3 لغاية 3-4 ومن 27-4 لغاية 11-5 ومن 10-11 لغاية 25-12 أما بالنسبة لفترات العمل اللي هي من 13-1 لغاية 7-2 ومن 16-3 لغاية 11-4 ومن 28-5 لغاية 18-6 ومن 12-7 لغاية 5-8 ومن 7-8 لغاية 6-9 أما بالنسبة للفترات الصعبة اللي هي منحذر فيها تحذيرات على أساس أنه تكونوا منتبهين أنه هاي أصعب الفترات ضغوط بتكون موجودة على موليد برج الميزان اللي هي من 16-2 لغاية 33 ومن 13-5 لغاية 22-9 ومن 14-11 لغاية نهاية العام طبعا ما تنسوا فترة التراجع للحمل اللي هي من 28-8 التواجد المريخ في الحمل اللي هي من 28-6 لنهاية العام وفترة التراجع الزهرة في الجوزاء اللي هي من 13-5 لغاية 25-6 يا ريت هاي الأرقام تكتبوها وتدونوها وكل شهر تنتبهولها وتراجعولها عشان تعرفوا إيش تستغلوا وهذا الشهر مناسب في إيش عشان تعرفوا عايش تتحركوا والصعوبات إنه الشهر هذا صعب إذا صعب بدي أحطاط من إيش تحديدا وإن شاء الله إني أنا باستمراري رح أنزل أنا توقعات والتوقعات هي لكل شهر ورح أظل أذكر يعني أذكر النفعة الذكرى بس أنا بدي منكم طلب إنه لا تنسوني من صالح الدعاء أول شيء بالنسبة للي إحنا حكيناه هذا كليات وهذا كليات اسمه توقعات ما اسمه تنبؤات نهائيا ما ناش علاقة في التنبؤات إحنا هذا العلم اللي إحنا منحكي فيه ما إنه في علم الغيب نهائيا إحنا منحكي فيه إشي اسمه غيب نسبي مش غيب مطلق الغيب المطلق هذا لا يعلم إلا الله وهو بيد الله ومفاتيحه في يد الله عز وجل وما حدا بقدر يطلع عليه إحنا نشتغل على الغيب النسبي هي دراسة وتحليل وطلعت معي هيك النتيجة يا بتصيب يا بتخيب والله أعلم في الأولة وفي الثانية سامحونا ودعونا وكل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر